السلام عليكم شباب إن شاء الله تكونوا بخير والصحة والسلامة هواي أسئلة تجيني عن شاشة الأوديسي جي فايف من سامسونج علاوي هل تنصحنا بها الشاشة؟ علاوي شنو رأيك؟ فاليوم رح أقارنها بشاشة الفي جي 27 اي كيو من اسوس وعلى فكرة الشاشتين يدعمون 120 فريم مع الكونسل وأيضا يجون بتقريبا بنفس السعر فأنتوا شوفوا المقارنة وبعدين اختاروا الشاشة اللي تناسبكم يلا تعالوا طبعا هذا الموقع يا شباب معروف وموثوق ويقدم مصداقية هنا عندنا شاشة الأسوس توف غيمينج الفي جي 27 اي كيو وهنا السامسونج الأوديسي جي فايف طبعا هذه الشاشة منحنية وهذه الشاشة فلات هذه IPS وهذه VA 165 هيرتز وهذه تجي 144 هيرتز اثنين هاتهم يدعمون الـ HDR10 وهسه خلينا نجي المواصفات بشكل عام يا شباب الاستخدام العام لشاشة الفي جي 27 اي كيو يعتبر جيد اوكي وهنا يعتبر لا بأس فشاشة الأسوس تجي بـ 9.3 اوكي مقارنة بـ 1.7 من شنو من الـ build quality اوكي من الامكانيات اللي رح تعطيك شاشة أسوس تعطيك تعديل من مستوى ارتفاع الشاشة فهنا ستاند يعتبر جيد هنا تقريبا مو هالقد ايضا بالنسبة للإيماج فلكر تعتبر هنا ممتازة ايضا عندك هنا زوايا الرؤية تعتبر جيدة جدا مقارنة بالسامسونج وهنا ايضا عندك سرعة الاستجابة تعتبر جيدة جدا مقارنة بالسامسونج Vertical Viewing Angle ايضا يعتبر جيد مقارنة بالسامسونج شاشة الأسوس ايضا اذا تستخدمها للتصفح تعتبر جيدة جدا مقارنة بالسامسونج لكن اللي همنا هو من ناحية الـ gaming شاشة الأسوس تعتبر افضل من شاشة السامسونج G5 هنا عندك بالميديا تقريبا ثنيناتهم متساويين ما عندك ايشي بالـ HDR الثنيناتهم يجون بـ HDR مزيف محقيقي يعني لا بأس على قد فلوسك وهنا ايضا يعتبر شوية افضل من شاشة الـ Odyssey G5 لكن بشنو شاشة السامسونج تتفوق تتفوق يا شباب بالـ Contrast يعني هنا لون الأسود راح يكون كلش ممتاز مقارنة بشاشة الأسس تباين لون الأسود والأبيض هنا شاشة تكون أفضل أوكي تقريبا 3000 على واحد مقارنته بألف على واحد شاشة يعني ممتازة عندما تلعب بغرفة مظلمة بالنسبة المود الـ SDR الثنيناتهم يجون بـ SDR يعني جيد لا بأس به بالـ HDR مثل ما قلت انه الـ HDR مزيف محقيقي يعني لا بأس زوايا رؤية مثل ما قلت انه زوايا رؤية هنا تعتبر ممتازة مقارنة بشاشة السامسونج بالنسبة للتوحيد لون الرمادي تقريبا ثانياتهم نفس الشي لكن السامسونج هنا شوية أفضل بالنسبة للتوحيد لون الأسود السامسونج هنا بيها نزيف شوية حاد مقارنته بشاشة الأسوس بالنسبة للألوان شاشة السامسونج تجيب ألوان أحلى من المصنع مقارنته بشاشة الأسوس لكن من ناحية سرعة استجابة فلو تلاحظون هنا انه شاشة الأسوس سرعتها حلوة أفضل من شاشة السامسونج وأيضاً تعطي صورة واضحة خالية من الغوستينج هنا لو تلاحظون أكو غوستينج بالصورة والشاشة بها أورشوت عالي أيضاً تجي تقريباً بأربعة فاصلة واحد ميلي ثانية شاشة الأسوس مقارنة بداعش فاصلة ستة يعني تعتبر شاشة الأسوس أفضل من شاشة السامسونج أما بالنسبة لسرعة الاستجابة بمود الـ 120 فريم فلو تلاحظون هنا أن الصورة واضحة خالية من الغوستينج مقارنة بشاشة الأودسي جي فايف بيها أورشوت عالي وأيضاً الرسبونس تايم مالتها شوية مرتفع لو تلاحظون هنا أيضاً 4.7 ميلي ثانية وهنا 12.3 ميلي ثانية والرسبونس تايم العام يعتبر هنا 10 ميلي ثانية مقارنة 23 ميلي ثانية يعني فرق كبير بالنسبة لسرعة الاستجابة على الـ 60 هرتس تقريباً أيضاً شاشة الأسوس أفضل من شاشة السامسونج لأن هنا صورة تعتبر مشوهة وبيها أوفرشوت عالي غوستنج عالي مزعج بالنسبة للباكلايت ستروبينج أيضاً الشاشة هنا تعتبر أفضل من شاشة السامسونج ومثل ما ذكرت أن الشاشتين يدعمون الـ 120 فريم مع الكونسل مثل ما تلاحظون أن هنا شغال الـ 120 فريم على دقة 2K بالنسبة للسعر يا شباب الأسوس تأتي تقريباً بسعر 300 دولار أما شاشة السامسونج الجي فايف تأتي بسعر 250 دولار بعد التخفيض على الأمازون الأمريكي وهي كان السعرها الأصلي 320 دولار أما على الأمازون السعودي فالجي فايف تأتي تقريباً بسعر 1050 ريال وشاشة السامسونج الفي جي 27 اي كيو تأتي بسعر 1670 ريال تقريباً الشاشة أغلب 120 ريال لكن هنا ستعطيك سرعة استجابة أعلى وأيضاً صورة أفضل يباً يا شباب حبيت أجاوبكم عبر هذه المقارنة مثل ما تلاحظون شاشة الأسوس تعتبر جيدة بشكل عام مقارنتاً بشاشة الجي فايف بالأخير الحكم لكم أنتوا قرروا أي شاشة أفضل لكم وبس يا شباب أتمنى عجبكم المقطع واستفدتم منه لا تنسونا اللايك والاشتراك بيفيدني حين وإذا عدتكم أي سؤال تركوه بالتعليقات كان معكم علاوي تحياتي لكم ومع السلامة